فإذا السؤال ما الذي يميز صلب المسيح أريد أن أتكلم عن تميز صلب المسيح بثلاث أفكار أو ثلاث حقائق الحقيقة الأولى أن صلب المسيح هي فكرة إلهية من الأساس هي في فكر الله الأزلي كان في فكر الله الأزلي في عبرانيين إصحاح تسعة مكتوب وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا وبعدهم يستكمل الحديث يقول عن المقارنة بدم المسيح فكم بالحري دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه بلا عيب فإذا موضوع الصلب فكرة إلهية منذ الأزل مش بس هيك الكتاب المقدس واضح جدا في بطرس الأولى الصحاح الأول من آية 18 مكتوب عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح لاحظ الكلام معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم في الآيتين منشوف أنه فكرة الصلب هي فكرة إلهية في فكر الله يعني قبل خلق أي شيء في هذا الوجود شيء تاني هي مش بس فكرة إلهية هي مبادرة إلهية يعني في مشورات الله الأزلية فهي مبادرة إلهية عندما أخطأ آدم وحواء لم تكن مفاجأة للرب بل مكتوب صنع أقمصة من جلد وألبسهما يعني غطى عورة آدم وحواء بذبيحة وهذه الذبيحة كانت ترمز مستقبلاً إلى الذبيح الكامل شخص ربنا يسوع المسيح مش بس إنه هي مبادرة إلهية من وقت آدم ولكن كان تعليم إلهي لموسى في الشرائع الموسوية أو في الشرائع اللاويين عن الذبائح المتعددة فهي كانت فكر الله وأيضاً مبادرة إلهية والمسيح أيضاً في التجسد عندما تجسد المسيح جاء من أجل خلاص الإنسان بما إنه الصلب مبادرة إلهية فالموضوع لا دخل لا يوجد أي دخل للإنسان بهذا الموضوع فلا الأعمال الصالحة ولا التقوى ولا الصوم ولا الصلاة ولا أي شيء لأنه هذا كان أول شيء قلت فكرة إلهية ثم مبادرة إلهية شيء ثالث اللي بميز صلب يسوع المسيح أنه إنجاز إلهي يعني كلفت دم ابن الله كلفت دم الرب يسوع المسيح وهنا نرى الطبيعة الإنسانية الكاملة والإله الكامل فإذا من هذا نستطيع أن نستشف لا يوجد أي إنسان يستطيع أن يقوم بهذا العمل الفدائي الكفاري إلا يسوع المسيح فإذا هذا الموضوع فقط فقط الفادي ابن الإنسان الكامل اللي استطاع أن يقوم بهذا العمل كإنجاز إلهي هو الرب يسوع المسيح وبما إنه فكرة إلهية مبادرة إلهية وإنجاز إلهي فإذا هذا الموضوع كان خارج عن نطاق الزمن كان في مشورة الله المحتومة قبل الأزل ابقوا معي سأواصل حديثي عن صلب المسيح ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة